صدق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على توصية الاجتماع الطارئ بشأن زيادة دعم نازحي الجانب الأيمن لمدينة الموصلة وتقديم الخدمات وذكر بيان لموقع العبادي أبرز التوصيات وهي زيادة عدد المدقيقين ضمن فريق التدقيق الأمني إضافة إلى أن تتولى وزارة النقل تأمين خمسين حافلة تلحق بلجنة إجلاء النازحين على أن تنجز وزارة الهجرة والحكومة المحلية لنينوى إكمال الخدمات في المخيمات الحالية وسد النواقص فورا هذا ولم يتم التطرق إلى النازحين بشأن إنشاء مخيمات إضافية لاستيعاب الأعداد الغفيرة من المواطنين